عاجل انصار الله تتوغل في ثاني محافظات جنوب اليمن تفاصيل عاجلة الى عقبة حدقة وهي مرتفع في المنطقة ذاتها شمال ابيان المحافظة التي يبعد مركزها مدينة زنجبار عن العاصمة المؤقتة عدن نحو ستين كيلومتر واشار الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين خلال المواجهات التي استخدمت خلالها اسلحة ثقيلة ومتوسطة في سياق متصل افاد المصدر بان الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا اسقط طائرة مسيرة مفخخة لانصار الله هي الثانية من نوعها خلال ساعات وذلك اثناء تحليقها قرب مواقع عسكرية في مدرية نعمان شمال محافظة البيضاء وسط اليمن والسبت الماضي سيطرت جماعة انصار الله على مواقع الجيش اليمني في جبهة بيحان بينها عقبة مالح المرتفع الاستراتيجي القريب والمطلع على مدرية بيحان التي تبعد مائتي كيلومتر شمال غربي مدينة عتاقة مركز محافظة شبوة الغنية بالنفط جنوب شرقي اليمن ومطلع عام 2015 سيطر مسلحو انصار الله على محافظتي شبوة وابيان جنوب اليمن قبل ان تستعيدها قوات الجيش اليمني باسناد من التحالف العربية عقب انطلاق عملياته بقيادة السعودية في 26 من اذار مارس من العام ذاته